أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرن الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا له دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غريضا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما إن الذين يكفرون بالله ويكفرون برسله ويريدون أن يفرقوا بين الله وبين رسله بأن يؤمنوا به ويكذبوا بهم ويقولون نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعضهم ويريدون أن يتخذوا طريقا بين الكفر والإيمان يتوهمون أنها تنجيهم أولئك الذين يسلكون هذا المسلك هم الكافرون حقا ذلك أن من كفر بالرسل أو ببعضهم فقد كفر بالله وبرسله وأعددنا للكافرين عذابا مذلا لهم يوم القيامة عقابا لهم على تكبرهم عن الإيمان بالله وبرسله ولما ذكر الله جزاء الكافرين ذكر بعده جزاء المؤمنين فقال والذين آمنوا بالله ووحدوا ولم يشركوا به أحدا وصدقوا برسله جميعا ولم يفرقوا بين أحد منهم كما يفعله الكافرون بل آمنوا بهم جميعا أولئك سوف يعطيهم الله أجرا عظيما جزاء إيمانهم وأعمالهم الصالحة النابعة منه وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم يسألك أيها الرسول اليهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء جملة واحدة كما وقع لموسى يكون علامة لصدقك فلا تستعظم منهم ذلك فقد سأل أسلافهم موسى أعظم مما سألك هؤلاء حيث سألوه أن يريهم الله عيانا فصعقوا عقابا لهم على مرتكبوه ثم أحياهم الله فعبدوا العجل من دون الله من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة الدالة على وحدانية الله وتفرده بالربوبية والألوهية ثم تجاوزنا عنهم وأعطينا موسى حجة واضحة على قومه ورفعنا فوقهم الجبل بسبب أخذ العهد المؤكد عليهم تخويفا ليعملوا بما فيه وقلنا لهم بعد رفعه ادخلوا باب بيت المقدس سجدا بانحناء الرؤوس فدخلوا يسحفون على أدبارهم وقلنا لهم لا تعتدوا بالإقدام على الصيد يوم السبت فما كان منهم إلا أن اعتدوا فاصطادوا وأخذنا عليهم عهدا موثقا شديدا بذلك فنقضوا العهد المأخوذ عليهم فطردناهم من رحمتنا بسبب نقدهم العهد المؤكد عليهم وبسبب كفرهم بآيات الله وجرأتهم على قتل الأنبياء وبقولهم لمحمد صلى الله عليه وسلم قلوبنا في غطاء فلا تعي ما تقول والأمر ليس كما قالوا بل ختم الله على قلوبهم فلا يصل إليها خير فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم وطردناهم من الرحمة بسبب كفرهم وبسبب رميهم مريم عليها السلام بالزنا زورا وبهتانا ولعناهم بقولهم مفتخرين كذبا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه كما ادعوا وما صلبوا ولكن قتلوا رجلا ألقى الله شبه عيسى عليه وصلبوا فظنوا أن المقتول هو عيسى عليه السلام والذين ادعوا قتله من اليهود والذين أسلموه إليهم من النصارى كلاهما في حيرة من أمره وشك فليس لهم به علم وإنما يتبعون الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وما قتلوا عيسى وما صلبوه قطعا بل نجاه الله من مكرهم ورفعه الله بجسمه وروحه إليه وكان الله عزيزا في ملكه لا يغالبه أحد حكيما في تدبيره وقضائه وشرعه وما من أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى عليه السلام بعد نزوله آخر الزمان وقبل موته ويوم القيامة يكون عيسى عليه السلام شاهدا على أعمالهم ما يوافق الشرع منها وما يخالف فبسبب ظلم اليهود حرمنا عليهم بعض المآكل الطيبة التي كانت حلالا لهم فحرمنا عليهم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورهم وبسبب صدهم أنكسهم وصدهم غيرهم عن سبيل الله حتى صار الصد عن القير سجية لهم وبسبب تعاملهم بالربى بعد أن هاهم الله عن تناوله وبسبب أخذ أموال الناس بغير حق شرعي وأعددنا للكافرين منهم عذابا موجعا ولما ذكر مثالب أهل الكتاب ذكر المؤمنين منهم فقال لكن الثابتون المتمكنون في العلم من اليهود والمؤمنون يصدقون بما أنزله الله عليك أيها الرسول من القرآن ويصدقون بما أنزل من الكتب على من قبلك من الرسل كالتوراة والإنجيل ويقيمون الصلاة ويعطون زكاة أموالهم ويصدقون بالله إلها واحدا لا شريك له ويصدقون بيوم القيامة أولئك المتصفون بهذه الصفات سنعطيهم ثوابا عظيما إن أوحينا إليك أيها الرسول كما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك فلست بدعا من الرسل فقد أوحينا إلى نوح وأوحينا إلى الأنبياء الذين جاءوا من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإلى إبنيه إسماعيل وإسحاق وإلى يعقوب بن إسحاق وإلى الأصبات وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بن إسرائيل الإثنة عشرة من أبناء يعقوب عليه السلام وأعطينا داود كتابا هو الزبور أرسلناهم مبشرين بالثواب الكريم من آمن بالله ومخوفين من كفر به من العذاب الأليم حتى لا تكون للناس حجة على الله بعد إرسال الرسل يعتذرون بها وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في قضائه إن كان اليهود يكفرون بك فإن الله يصدقك بصحة ما أنزل إليك أيها الرسول من القرآن أنزل فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليها مما يحبه ويرضاه أو يكرهه ويأباه والملائكة يشهدون بصدق ما جئت به مع شهادة الله وكفى بالله شهيدة فشهادته كافية عن شهادة غيره إن الذين كفروا بنبوتك وصدوا الناس عن الإسلام قد بعدوا عن الحق بعدا شديدا إن الذين كفروا بالله وبرسله وظلموا أنفسهم ببقائها على الكفر لم يكن الله ليغفر لهم ما هم مصرون عليه من الكفر ولا ليرشدهم إلى طريق ينجيهم من عذاب الله إلا الطريق المؤدي إلى دخول جهنم ماكثين فيها دائما وكان ذلك على الله هينا فهو لا يعجزه شيئه يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وكان الله عليما بمن يستحق الهداية فييسرها له وَبِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا فيُعْمِيهِ عَنْهَا حَكِيمًا فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَشَرْعِهِ وَقَدَرِهِ قل أيها الرسول للنصارى أهل الإنجيل لا تتجاوز الحد في دينكم ولا تقول على الله في شأن عيسى عليه السلام إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله أرسله بالحق خلقه بكلمته التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم وهي قوله كن فكان وهي نفخة من الله نفخها جبريل بأمر من الله فآمنوا بالله ورسله جميعا دون تفريق بينهم ولا تقول الآلهة ثلاثة انتهوا عن هذه المقولة الكاذبة الفاسدة يكن انتهاؤكم عنها خيرا لكم في الدنيا والآخرة إنما الله إله واحد تنزه عن الشريك وعن الولد فهو غني له ملك السماوات وملك الأرض وملك ما فيهما وحسب ما في السماوات والأرض بالله قيما ومدبرا لهم لن يأنف عيسى بن مريم ويمتنع أن يكون عبدا لله ولا الملائكة الذين قربهم الله له ورفع منزلتهم أن يكونوا عبادا لله فكيف تتخذون عيسى إلهة وكيف يتخذ المشركون الملائكة آلهة ومن يأنف عن عبادة الله ويترفع عنها فإن الله سيحشر الجميع إليه يوم القيامة ويجازي كلا بما يستحق ولما بيّن أن الجميع سيحشره الله إليه فصل جزاءهم في قوله فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا برسله وعملوا الأعمال الصالحات مخلصين لله عاملين وفق ما شرع فسيعطيهم ثواب أعمالهم غير منقوص وسيزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وأما الذين أنفوا عن عبادة الله وطاعته وترفعوا تكبرا فيعذبهم عذابا موجعا ولا يجدون من دون الله من يتولاهم فيجلب لهم النفع ولا من ينصرهم فيدفع عنهم الضر يا أيها الناس قد جاءكم من ربكم حجة جلية تقطع العذر وتزيل الشبهة وهو محمد صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليكم ضياء واضح وهو هذا القرآن فأما الذين آمنوا بالله وتمسكوا بالقرآن الذي أنزل على نبيهم فسيرحمهم الله بدخول الجنة ويزيدهم ثوابا ورفع درجات ويوفقهم لسلوك الطريق المستقيم الذي لعوجاج فيه وهو الطريق الموصل إلى جنات عدن ترجمة نانسي قنقر